جدد الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق المنظمة النقابية والعملية في البلاد دعمه لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أحداث الخامس والعشرين من يوليو وتجميد البرلمان رافضا العودة إلى منظومة الفساد والمعارك السياسية التي ساهمت في تدمير الاقتصاد وفي الوقت الذي تسعى فيه عدة أطراف ومن بينها حركة النهضة لاستقطاب دعم المنظمة الشغيلة بدى موقف الاتحاد واضحا وهو دعم الرئيس التونسي قيس سعيد في إجراءاته الدستورية الأخيرة والمضي نحو إصلاح المصاري السياسي والاقتصادي العام يمكن أن نقسم مواقفه عبر ثلاثة مراحل مربية من الاتحاد أولا البيان المفصل الذي كان يوم ستة عشرين جويلة تقريبا لتلايا خمسة وعشرين جويلة والذي تقريبا هو الذي يحدد أغلب المواقف المجتمع المدني والقواء السياسية تعرف تقريبا أول بيان تقريبا جدامه بيان حركة الشعب والبيان الثاني كان بيان الاتحاد هو تقريبا نجة على أغلب قواء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ثم البيان الثاني كان بيان الهيئة الإدارية اللي أذكر فيه معه خمسة وعشرين جويلة وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن مبادرة حوار وطني شامل في الفترة المقبلة يستهجف الشباب في كل مناطق البلاد من أجل وضع تصور جديد للثورة وأهدافها حوار سيكون الاتحاد شريكا فعليا فيه بحسب مختلف المقاربات بالنظر إلى ثقاله الاجتماعي ودوره في صناعة القرار علاوة على أنه كان أول جهة دعت للحوار من بداية الأزمة طبيعي في إطار تلازم الدور الاجتماعي والوطني للاتحاد الشغل أن ينحاز لأي مبادرة تدعو للحوار في تونس للخروج من الأزمة الراهنة خصوصا أن الاتحاد سبق وأنبادر بالدعوة لهذا الحوار واليوم يتلقف مرة أخرى دعوة الرئيس أو فكرة الرئيس لأولا القبول بهذا الحوار والثانيا الدفع نحو أن يكون حوارا وطنيا شاملا ومن جهته أعلن الاتحاد عن ضرورة أن تلتزب حكومة نجلاء بودن ببرنامج اقتصادي واجتماعي واضح ينسي التونسيين ما يسميه البعض بالعشرية السوداء من حكم الإخوان الذين فشلوا في تدبير أزمات البلاد كما يرون المعارضون للنهضة بعد الأعلان عن حكومة نجلاء بودن أصبحت المواقف في تونس واضحة بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس غير أن موقف اتحاد الشغل يظل الأكثر وضوحا سيما مع أعلانه المشاركة في مبادرة الرئيس سعيد لإعلان حوار وطني شامل ما يؤكد دعمه للمصاري السياسي الجديد نجلاء بخريس الغد تونس ترجمة نانسي قنقر